السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته تحية كبيرة لكم عشرات القتلى والجرحى في هجوم استهدف حفل تخرج ضباط في حمص قال بيان عسكري سوريا ان هجوما ارهابيا مسلحا استهدف حفل تخرج طلاب ضباط الكليل حربية في حمص اليوم الخميس عبر مسيرات تحمل زخار متفجرة لا يزال عدل قتلى غير معروف لكن تتداول انباء عن عشرات القتلى فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقول عن 100 شخص حتى اللحظة وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لبي بي سي أن حصيلة قتل تفجير الكليل الحربية في حمص وصل إلى 100 قتل بينهم 14 مدنيا وأصيب أكثر من 125 شخصا ولم تعلن وكالات الأنباء السورية الرسمية عددا محدد حتى الآن وأضاف عبد الرحمن أن من بين القتل سلاس سيدات وطفلة من أهل الضباط الخرجين وبعض إصابات في حال حرجه وتوقع عصر ذلك أن ترتفع حصيلة القتلى بينما تستمج سيارات الأسعاف في نقل القتلى والمصابين من مكان التفجير واستهدف اليوم انفجار عنيف تجمعات بشرية بعد دقائق من انتهاء حفل تخريج طلاب ضباط وزويهم تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة حيث تم نقلهم من المستشفى العسكري في حمص ومستشفى الباسل ومستشفى النهضة ومستشفى الأهلية وسط معلومات عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم يشرع لأن قوات الجيش السوري أجرت مراسم لتخريج الطلاب الضباط بحضور قيادات من الجيش السوري ووزير الدفاع وأعلن البيان العسكري مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين جراء الهجوم منها إصابات حرجة لأهل الضباط الخرجين من الكلية الحربية وأضاف البيان قيادة الجيش السوري سترود بكل قوة وحزم على التنظيمات الإرهابية أينما وجدت وتشدد على محاسب المخططين وقال البيان صادر عن وزارة الدفاع السوري إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سبك أدنم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل زخار متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة ولم يذكر البان العسكري هوية الضباط الذين قتلوا في الهجوم وزير الدفاع لم يكن موجوداً وقت الهجوم أجريت مراسم لتخريج الطلاب الضباط من الكلية الحربية في حمص بحضور قيادة الجيش السوري ووزير الدفاع السوري ونفى مصدر أمني رفيع المستوى أنباء وجود وزير الدفاع السوري لحظة وقوع الانفجار داخل حرم كلية العلوم الحربية في حمص وأضاف أن وزير الدفاع كان بالفعل قد حضر الاحتفال وغادر الكلية الحربية قبل انتهاء مراسم الحفل وأن الهجوم كان قد وقع بعد حوالي 20 دقيقة من مغادرته الكلية الحربية مؤشرات على هجوم مفتعل النظام يستثمر تفجير حمص شحن للموالين ورسائل للسويداء طرح التفجير العنيف الذي طاح طال الكلية الحربية في مدينة حمص اليوم الخميس تساؤلات واستفسارات كبيرة عن ما هي التفجير ومسبباته والذي خلف عشرات القتلى وجرحة من عناصر وضباط وقوات الأسد وزويهم في مشهد مدبر يشير لعياد خفية تقف وراء التفجير في منطقة حسينة يدل على ذلك بشكل واضح طريقة تستثمار إعلام النظام للحدث منذ اللحظة الأولى ونعت صفحات إخباري موالي النظام الأسد عددا كبيرة من الضباط والعناصر ممن ترد معلوماتهم وصورا تباعا عبر موقع التواصل الاجتماعي نتيجة الاستهداف المبهم والغامض الذي طال الكلية الحربية شديدة تحصين في محافظة حمص وسط سوريا ورغم إصدار الرواية الرسمية على وجه السرعة من قبل نظام الأسد عبر بيانات عسكرية وتغطية علامية مكسفة تروج لأن الهجوم نفذته طائرات مسيرة في ظل تصاعدات الشكوك والمؤشرات على أن هذا الهجوم مفتعل من قبل نظام الأسد وبعد دقاء قليل من الهجوم قام نظام الأسد باستغلال ذلك لتصعيد على جبهة إدلب شمال غرب سوريا بقصف وحشي أو قع شهداء وجرحة وكذلك جدد الشحن والتحريط الطائفي كما لوحظ استثمار النظام للحدث في رسالة مباشرة للحراك في السويداء وقال الكاتب السوري نور الدين الإسماعيل في منشور على صفحتي الشخصية في الفيسبوك أن استدفى الكليل الحربية في حمص اليوم بعد مغادرة وزير الدفاع عن نظام رسالة من النظام السوري وإيران التي تجد إنتاج المسيرات إلى الحاضنة التي بدأت تتململ ليس لديه مانع في قتل كل السوريين ليبقى على كرسيه ودع المؤنين للنظام الأسد للتفكير في استهداف وأضاف كيف يمكن لطائرات مسيرة صنع فصائل محلية أن تقطع مسافة 155 كم من إدلب إلى حمص وتنتظر خروج وزير الدفاع لتضرب بكل هذه القوة خرجين وأهالي دون أن تستطيع الدفاعات الجوية للنظام إيقافها واعتبر الكاتب أن هذا لا يحدث سوى في الأفلام الهندية وأفلام الأكشن في هوليوود وروبن هود وعند النظام السوري واختتم منشوره بعبارة عدوك سيدك بإشارة أن الموالين لنظام الأسد كما طرح المحامي عبد الناصر هوشان تساؤلات مماثلة حول الاستهداف المزعوم وقال في منشور له بينا بينا أنه في الكليل الحربي حوالي 120 كم على الأقل ينتشر فيها مطار حميم وقاعدة جورين ودير شميل عذاك على أفواج الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى المنتشرة على أمداء امتداد الشريط الجبلي من جسر الشغور حتى القلمون ومطار النيرب ومطار حميم ومطار الشعيرات ومطار ألتي فور ومطار الضمير ومطار المزة واستضرد قائلا للعلم أن كل من هذه المطارات تحيط به على الأقل لواء دفاع جوي ولواء صواريخ ولواء إشارة وفوج مشات والروس والإيرانيين ومعسكراتهم المتشرة ما بين الساحل والبادية والكلية الحربية لا تبعد عنها الفرقة الجوي 22 وقات قوات الحرس الحدود وعدد من المعسكرات الحربية أكثر من كيلو متر واحد وأضاف الحقوقي هوشان متسائلا فكيف المسيرات أم تجتاز كل هذه المطارات وقوات الدفاع الجوي نظام متوحش يأكل حميرة عندما يخطر على باله ولا يبالي وجاء حديث المحامي ضمن تساؤلات منطقة متكررة فكيف يمكن طائرة مسيرة أن تصل للكلية الحربية في حمص المنطقة المحيطة بالموقع عسكرية بالكامل وتضمن الكلية الحربية كلية الشؤون الفنية كلية الإشارة كلية المدرعات المشفى العسكري وغيرها بالمقابل عمد نظام الأسد إلى استغلال هذا الهجوم الذي وقع وسط سوريا وركز على تمرير رسائل داخلية وخارجية أبرزه أن الحرب لم تنتهي حيث قال رئيس تحريل صحيفة ثابعة لإعلام نظام الأسد وضع عبدربو عبر صفحته الشخصية قلنا ونعيد ونكرر الحرب لم تنتهي وتشتد كما عملت أدت شخصية داعمة لنظام الأسد إلى تكسيف التحريد والتجيش ضمن ما يبدو أنها من أهداف النظام من هذا التفجير وخرج الأعلام الداعم للأسد رفيق لطفي بس مباشر اتهم فيه ما قال أنها جهة تتأمر على سوريا بالوقوف خلف الاستهداف وخاطب السويداء قائلا يجب أن يكون يدم بيد للوقوف بوجه هؤلاء الطغاة الذين يعملون على زعزعة السقة بالجيش والقائد لتسهيل تقسيم سوريا وفق كلامه وذكر أن أغلب الظن الضربة كانت من شمال التنف والطيران المسير تم توجيه كاري سالم من الولايات المتحدة الأمريكية وقال أنه تابع بعض الغرف السوداء التي تقوم عليها جهة عملية لعداء تقول أن الاستهداف جاء من جهة الأصدقاء وليس العداء في حديث فسر على أنه تعليقا على اتهمة بأن الضربة من قبل مسيرات إيرانية ترجمة نانسي قنقر